يذيق الخناق أكثر فأكثر على حركة النهضة في تونس فالضغوط تتزايد عليها لسيما من الداخل شهدت الحركة في الساعات الماضية استقلات بالجملة كذلك سقوط تركيبة المكتب التنفيذي المقدمة من رئيس الحركة راشد الغنوشي فهل فعلا تصدعت الحركة بعد نمذيها شعبيا؟ أم أن ما يجري داخلها الآن هو مجرد منور الامتصاص صدمة الإجراءات الاستثنائية؟ هل ستؤثر الاستقالات على مستقبل الحركة في أي انتخابات مقبلة؟ وهل لدى المتشقين إمكانية تأسيس حزب جديد؟ وكيف يمكن للأحزاب المدنية وبقية الأفريقاء في تونس استغلال هذا التصدع في النهضة؟ الخلافات داخل حركة النهضة التونسية ليست جديدة لكن تصاعدت حدتها في الفترة الأخيرة خاصة بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد الأخيرة خلافات أدت إلى توالي الاستقالات من صفف الحركة أبرزها استقالة جماعية لمائة وثلاثة عشر عضوا من الحركة ومن بين المستقلين قيادات من الصف الأول ومن نواب البرلمان المجمد ومن أعضاء المجلس التأسيسي للنهضة خطوة كانت متوقعة لدى البعض بالنظر إلى حالة التململ داخل صفوف الحركة واتهام الغنوشي بالانفراد في صنع القرار وتحميله جزءا من مسؤولية الوضع الذي وصلت إليه البلاد تعددت القراءات بشأن الاستقالات الجماعية بين من يراها أمرا واقعا وبين من يراها مناورة سياسية الانقسامات في حركة النهضة تعكس مسألتين الأولى وجود صراح حقيقي ما بين قيادات حركة النهضة حول توجيه هذه الحركة وقيادتها والثانية هي مناورات سياسية من أجل خلق بدائل لممثلي الطيار المحافظ وتحديدا الإسلام السياسي في تونس ومع تزايد الضغوط على حركة النهضة شعبيا والتصدع الحاصل في صفوفها بات البعض يطرح تساؤلات بشأن مستقبل الحركة على الساحة السياسية في تونس لنقول أن النهضة تعاني حاليا من تصدع ولم تصل بعد إلى مرحلة الانشقاق الفعلي لكن هذه الخطوة ستكون في قادم الأيام أو الأشهر القليلة القادمة والنهضة مثلها مثل بقية الحركات الإخوانية وتنظيمات الإسلام السياسي نجمها أثلا ورياح صفراء بدأت تعصف بها من كل جانب وتأتي الاستقالة الجماعية مع رفض مجلس الشورى الوطني تركيبة المكتب الوطني التي قدمها رئيس الحركة راشد الغنوشي حسب وسائل إعلام محلية خطوة ستكون لها تبعات وقد تنعاكس حسب البعض على المستقبل السياسي لراشد الغنوشي هي أزمة داخلية غير مسبوقة تعيشها حركة النهضة تعددت أسبابها وزادها سخط الشارع حدة أزمة وضعت الحركة على مفترق الطرق ويستبعد كثيرون أن يكون للنهضة دور مهم على الخارطة السياسية مستقبلا خاصة مع فقدانها جزءا مهما من رصيدها الشعبي إبراهيم حسناوي سكاينيوز عربية تونس ينضب إلينا في هذا الحوار من تونس القياد في الطيار الشعبي سيد صلاح الدين خليفي والكاتب والباحث السياسي سيد محمد الفراتي أهلا وسهلا بكم أبدأ من سيد صلاح الدين استقلات بالجملة يعني ربما لم يتفاجأ بها أغلبنا يعني بعد المرحلة التي وصلت إليها حركة النهضة أو اعترفات أغلب قياداتي أبي أن الحركة هي جزء مما آلت إليه الأوضاع في تونس تتحمل مسؤولية كبيرة ولكن في هذا التوقيت هذا النوع من الاستقلات لقيادات ومسؤولين باريزين من بينهم مزراء ومن بينهم قيادات في الحزب كيف ترى تأثيراته على المشهد برمته وكيف ترى في ضوء الموقف الحالي في تونس لا شك أن هذه الوضعية التي يعيش فيها الإسلام السياسي في تونس تتسم بعديد العناصر التي يمكن من خلالها قراءة هذا المشهد والذي لا يمكن قراءته على مستوى وطني فقط بل المسألة على مستوى أقليمي ففي المغرب نرىهم أن خسروا الانتخابات في ليبيا نحسروا نفوذهم وفي تونس كان لابد أن يأتي هذا الوقت الذي تظهر فيه الشروخ داخل حركة النهضة التي هي جزء من الإسلام السياسي وجزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين فهي منذ أن تولت مقاليد الحكم وإدارة الشأن العام كانت تراكم الفشل تلو الفشل مما ساهم في انحسار شعبيتها سواء على مستوى مريديها ومنخلطيها سواء على مستوى الشعب التونسي برمته وجاءت قرارات 25 جويلة التي أعلن عنها سيد رئيس الجمهورية كقاصمة الظهر بالنسبة لحركة الإخوان في تونس لأنها وضعت حدا لربيعهم المزيف وكانت الحركة الحقيقة القرارات سبقها تحركات اجتماعية وتحركات شعبية في كافة تراب الجمهورية انصبت غضبا عارما بجميع أطيافها على حركة النهضة التي جربها التونسيون لمدة عشر سنوات لكن لم يجنو إلا الخيبات طيب أذهب إليك سيد محمد الفراتي وهل تتفق فيما قاله سيد صلاح الدين الخليفي بأن ما حدث الآن هو تصدع كبير طال حركة النهضة والطيار الإسلام السياسي بشكل عام في تونس وهو تضرر مما حدث على مدار الفترة الماضية خصوصا بعد مرحلة الخامس والعشرين من يوليو هل بالفعل تصدعت النهضة إلى غير عودة في تونس نعم تحية طيبة في الحقيقة حدث استقالة اليوم وحدث كبير على اعتبار أن عدد من الأسماء الموجودة هي قيادات من الصف الأول مثل المكي وديلو وبن سالم وغيرهم وفي نفس الوقت لابد من التأكيد على أن هذه الخلافات سابقة لـ 25 جوليا تتذكرون الكثير من التصريحات وبيان المئة سابقا وفيه تقريبا نفس القيادات التي تطالب بالإصلاح وعدم ترشح الغنوشي في المؤتمر القادم إلى غير ذلك وتواصلت هذه الخلافات حتى الاختيار المكتب التنفيذي الأخير الذي يبدو أنه كان نقطة لعودة بالإضافة إلى الإعداد للمؤتمر الحادي عشر للحزب المقرر في نهاية هذه السنة إذن هو حدث مهم قد طبعا سابق لأوانو أن نجزم ولكن قد يكون أحد أسباب الانحصار والتراجع الجماهيري أيضا إذا ذهبنا إلى انتخابات مبكرة في الأيام القادمة حسب الظروف التي تشهدها البلاد وإذا تراجع قيس سعيد عن قراراته في اتجاه استئناف المسار الديمقراطي أما الجانب الإيجابي ربما وينظر إليه البعض أن الإسلام السياسي لن يكون ممثلا في حزب واحد فسيكون هناك أكثر من حزب على الساحة وأكثر ربما من خطاب وهناك التمايز إذا ذهب المستقلون وقد صرح أحدهم بذلك بأنهم ينون بعث حزب جديد بخطاب جديد بقيادات شبابية جديدة سيد صلاح يرى سيد الفراتي بأنه ربما الجانب الإيجابي مما يجري الآن هو أنه لن يحتكر النهضة الإسلام السياسي يعني الإسلام السياسي باقي ولكنه سيكون ممثل بأكثر من طيار وهذا يعني ربما بأنه النهضة قد يعود ولكن بجلد آخر أو بطريقة مختلفة هل بالفعل الاستقلات اليوم هل خطاب الاستتابة الذي تبعناه من الأعضاء يمكن أن يعطي قبلة الحياة لهذا الحزب ولطيار الإسلام السياسي في تونس في الحقيقة نحن إذا رجعنا للتاريخ منذ نشأة الحركة الإسلامية والتنظيم العالم للإخوان الإسلامين لا نجد لهم انقسامات كبيرة لأنه لا وجودة لحياة سياسية لأي إسلامي خارج التنظيم فكل المحاولات التي قام بها البعض في الحقيقة قالت إلى الفشل بما كرس نوعا من التحليل على أن هذه الانقسامات كانت في الحقيقة نوعا من التكتيكات لتجاوز هذه اللحظة التي يواجهون فيها حقيقة ما أوصل إليه الشعب نحن حتى في التسعينات عندما غادرت القيادات الاتجاه الإسلامي إلى أوروبا وقعت انقسامات في تونس وتخلى عنها بعض المخرطين الكبار مثلا نذكر عبد فتح مور ونذكر وزير العدل السابق البحيري لكن عندما عادت الحركة لتونس ومسكت بزمان الأمور لمت كل هذا الشتات وانصهروا من جديد إلى درجة أن هذه الانقسامات ولكن الآن هل ما تقول سيد صلاح ديون ما جرى هو مناورة هل بالفعل تناور حركة النهضة لكي تعود وتبحث عن وجه آخر لها بعدما تمر العاصفة كما يقال هي علمتنا النهضة في الحقيقة أن نقرأ في هذا الاتجاه لأن الخطاب المزوج منذ نشآتها يهيمن على الأراء وعلى المواقف التي تصدرها للجمهور وعندما مسكت بالسلطة كذلك عانى الشعب التونسي من هذا الزواجية في الخطاب السياسي فليس مستبعدا أن تكون هذه أحدى التكتيكات أو حناء إلى هذه العاصفة التي تمر على البلاد التونسية في إطار لملمة أو إنقاذ ما يمكن إنقاذها أذهب إليك سيد محمد ودعني أتحدث بشكل محدد عن الغنوشي اليوم لم يبدو بهيئة جيدة عندما طرفت تشكيلته للمكتب التنفيذي أمام مجلس شورة الجامعة بل هو يعلم بأنه لن يترشح مرة أخرى هل هي السقطة الأخيرة للغنوشي؟ أولا الصديق من حزب الطيار الشعبي وهو يعلم أنه المرجعية اليسرية مثلا فيها ستعة أو سبعة حزاب والمرجعية القومية فيها الطيار الشعبي وحركة الشعب والطليعة والبعث فكل مرجعية فكرية حسب رأيي من الأفضل أن يكون لديها أكثر من ممثل ليكون هناك نوع منها التمايز وليس هذا ضد الديمقراطية وإنما التطور الطبيعي للأحزاب والمشهد السياسي أن يكون هناك تنوع وكل مجموعة أو كل شخص من حقه أن يغير انتماءه أو يبعث حزب جديد تبقى لما هو موجود في الدستور ثانيا الغنوشي صرح وأعتقد أنه جاد في ذلك أنه لن يبقى على رأس حركة النهضة خلال المؤتمر القادم المزمع عقده في آخر السنة لأسباب عديدة أولا القانون الداخلي للحركة يمنعه ثم بسبب السن فهو تقريبا في حوالي الثمانين من عمره وهناك دعوات للتجديد والتشبيب وضغوط كثيرة لا أعتقد أنه قادر على مواصلة في قيادة الحزب ثم الغنوشي الكثير من القيادات وحتى القواعد يحملونه جزء من المسؤولية وخاصة ذهابوا إلى رئاسة البرلمان كان يعتبر عند البعض خطأ كان يمكن تجنبه بعدم الدخول للسلطة أو البقاء بمشاركة رمزية كما كانت تفعل في السابق حتى ربما لا تثير الكثير من رافضي النهضة خاصة من القوى الإقليمية والدولية في الحقيقة الأمر يبقى قابل للتطور حسب ما أرى في اتجاه التعدد وفي اتجاه العمل المشترك يعني المشهد الحزبي يعني خاصة بعد 25 جوليا لن يبقى كما هو على السابق وكما كنت تتحدث في بداية حديثك سيد الفراتي بأن الطيار الإسلام السياسي ومرجعيته هي ليست مشابهة للطيار المدني هناك ولائيات في طيار الإسلام السياسي الغنوشي كان له رمزية وكان له ولاءات في الداخل هل بهذه السهولة حقبة الغنوشي ستنتهي وسيستمر حزب حركة النهضة والطيار الإسلام السياسي كما كان أم سيتأثر بغياب ورحيل الغنوشي خصوصا مع التاركة غير الجيدة التي تركها خلفه من خلافات ومن مكايدات مع قيس سعيد وغيره أنا أعتقد أن من يحللون بالزعامة والرمزية وفكر الجماعة وكذا هم أسيري منطق السبعينات والثمانينات والدليل على ذلك أن أربكان ذهب ولم يعد وجاء أردوغان وغيره من الأحزاب في تركيا أيضا في المغرب نجد دول عثماني وآخرون يعني هناك تعدد في الرمز وهناك حتى خلافات في الجزائر مثل ذلك يعني الغنوشي لن يبقى رمز دائم من من الممكن أن يقود حركة النهضة في هذه الأسرة؟ الغنوشي لن يبقى رمز دائم سيدتي الغنوشي لن يبقى رمز دائم رغم أنه لديه ربما بحكم تكوينه وبحكم مؤلفاته والأدبيات لديه ربما سلطة معنوية ولكن الحركات السياسية عموما في المدارس الكلها تتطور والزعامة لديها وقت وإذا لم تنجح في تجاوز الخلافات وتجاوز الأخطاء وخاصة إذا لم تنجح في تجربة الحكم لأنه في المعارضة وفي السرية شيء وفي الحكم شيء آخر إذا لم تنجح هذه الزعامة تصبح نسبية فهذا خطب تنظيري سيد القراطي ولكن على أرض الواقع نرى أن النهضة لديها تاركة ثقيلة لديها مشاكل هناك تفتت لا يوجد اسم يعني يبرز في النهضة يلتف حوله الأعضاء لا يوجد ذلك يعني عبل طيف المكي لو ظل مثلا في الحركة ولم يخرج كان من الأسماء البارزة حتى على مستوى الرصيد الشعبي لديه رصيد شعبي كبير وهناك قيادات أخرى تاريخية لديها أربعين سنة يمكن التخلف الغنوشي على شرط أن أن تنجحها في المؤتمر القادم طيب بما أنك تحدثت عن الرصيد أصلا وسؤالي لك سيد صلاح الدين هل مزالت النهضة لديها أي رصيد في الشارع الآن هل الرهام على الرصيد أصلا أمر ذكي يعني عندما كان هناك حديث لغنوشي دعا فيه بما اسمه بالنضال السلمي ضد قرارات الرئيس قيس سعيد هل هو مراهن على الشارع الآن أم أنه خطاب خيالي بعض الشيء أعتقد أنه في الحقيقة معناها المراكمة هي التي تصنع معناها المريدين أو المنخرطين لو نظرنا إلى تجربة الحكم في تونس منذ 2011 والتي هيمن عليها الإسلام السياسي نجد الحصيلة في الحقيقة مخجلة وضائلة في مقابل ما ينتظره الشعب ولذلك حتى في الانتخابات في 2011 كانت أصوات التي استطاعت النهضة الحصول عليها تفوق مليون نصف وبعد في الانتخابات 2014 مليون بعد رجعت الأكثر من 400 ألف يعني لا يمكن الحديث على أنه في هذا الفشل الذي كان نتيجة الممارسة السياسية في تونس أن يعطي دفع جديد إلى الإسلام السياسي خصوصا أنه كل أطياف الشعب التونسي أنا أعتقد ونحن نعيش في تونس ونعرف معناها تأثرت بما قامت به حركة النهضة تجاه التنمية تجاه التنمية السياسية تجاه التنمية الشمعية تجاه المباريات لأن الديمقراطية في الأصل هي تباري مجموعة من السياسيين أو مجموعة من المكونات السياسية للتنمية للتقدم بذلك البلد منذ عشر سنوات لم نرى أي تقدم كل المؤشرات بدون استثناء إلا مؤشر السرقة وبينما المؤشرات الأخرى التنمية والإحصادية والسياسية هي في تهاوي مستمر ولذلك معناها ملها الشعب التونسي هذه الوجوه السياسية التي أوصلته من غارب في الديون أكثر من 100 مليار دولار ديون معناها عشر سنوات قبل كانت في العشرين معناها ثمانين معناها لو حسبنا كل عام تقريبا عشر مليارات دولار ديون جديدة ورغم ذلك فالمواطن التونسي غارق في فقره وفي تهميشه وفي بطالته معناها والشباب معناها يقفز في زوارق الموت هروبا من هذه السلطة التي لم تعطيه وربما هذا هو ما يعني بالفعل المواطن التونسي وهو ليس الخلافات السياسية والمرجعيات ولكن ما يعني هو أكل العيش كما يقال والوضع الاقتصادي المزري والذي تتحمل النهضة أيضا مسؤولية عنه كونها في الحكم وأطراف سياسية أخرى ربما أيضا تتحمل المسؤولية أو هي داعمة للحكومة سيد دالفوراتي الآن على مدار الفترة الماضية فتحت ملفات فساد كثيرة طالت عديد الأحزاب من بينها حركة النهضة وحليفها قلب تونس وغيرهم حتى نتذكر مسألة أو ملف ما يسمى بعقد اللوبيينج ذي الثلاثين ألف دولار الذي أعلنت عنه وزارة العدل الأمريكية متورطة في حركة النهضة هل ترى أن هذه الملفات كتبت شهادة وفاة حركة النهضة التي لم تعد أو يعني برأي البعض مع فتح ملفات الفساد هذه ستسقط شرعيتها للأبد نعم هو ملف الفساد ملف كبير في الحقيقة ومعقد ولكن حركة النهضة تحديدا ولكن نكون موضوعيين باستثناء عقد اللوبيينج الذي لم يطرح قضائيا ولم يحسن فيه الآن ليست هناك أي ملفات قضائية ضد قيادات النهضة أو قواعدها لا أتذكر أن هناك أي قضية والدليل على ذلك أن كل الاتهامات التي وجهت لشخصيات عامة رجال أعمال أو غيرها هي أما من النظام القديم أو من بعض الأسماء المحسوبة على الطيار الحداثي ثانيا حركة النهضة ربما يكون خطأها والذي أشار إليه ربما المستقلون أنها اشتغلت مع المنظومة القديمة يعني أرادت أن تشتغل مع بقية أطياف المجتمع السياسي فربما تورطت من حيث لا تدري في العمل مع لوبي فساد قوي قامت عليه الثورة ولكنه جدد نفسه واستفاد من العملية الديمقراطية وبقي ومارس نوع من اللوبين داخل تونس وحركة النهضة تحمل المسؤولية في هذا الأمر لأنها لم توقف هذا المسار بما تقصد بما تقصد هل تقصد حزب قلب تونس ومؤسسة هي حركة النهضة عموما اشتغلت مع النداء في 2014 والنداء تعرفون كحزب كبير كان مرتبط بالرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الكثير من قيادات وتحوم حولها الكثير من الشبوهات ولكن ألم تفعل ذلك لمصلحاتها ثم أحزاب أخرى في الانتخابات 2019 نفس الشيء وبعض أعضاء البرلمان الموقفين الآن ومنهم أحد المتورطين في شركات الفصفات هو من أحد هذه الأحزاب سليلة التجمع الدستوري الديمقراطي ويعني أنت تقول أنه تورطت دون أن تدري يعني دعني أذهب إلى سيد صلاح الدين رأيه في هذا الأمر هل تورطت النهضة في ملفات في مشاركة أطراف عليها شبهات فساد أم أنها ورطت نفسها أم أنها كانت لها مصالح في ذلك عندما أتت النهضة للسلطة في الحقيقة لم تتعامل مع الشأن العام ومع إدارة الشأن العام على الأساس على الأسس الحديثة للتعاملات في كل أركان الكرة الأرضية أتت بمنطقة الغنيمة وكل سياساتها أكدت هذا الغنيمة في من أول يوم الغنيمة عندما تم سن العفو التشييع العام شغلت تقريبا مئات الأشخاص أو إن لم نقل ألاف في التعويض ألاف الأشخاص حكم لهم بالتعويض من المال العام في علاقتها ببقية المكونات السياسية ليس تورط هي ورطت نفسها ولم تكن متورطة هي كانت تعرف ماذا تفعل هي كانت منطقة الغنيمة هذا يسوق الناس إلى أي سياسي معناها يفكر بمنطقة الغنيمة هو في الحقيقة ينساق وراء المهربين وراء الفاسدين وراء كل أراضي المجتمع الفساد معناها هي تقريبا ولكن كما قال سيد الفراتي سيد صلاح أنه الآن لم تفتح ملفات فساد للنهضة هل هذا يشير إلى أنه النهضة يعني تاريخها نظيف يدها نظيفة أم أنه ما زالت مسألة وقت أنا أعتقد أني مازالت مسألة وقت لكن كذلك هناك فساد سيفلت من 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 العقاب ومن المساءلة فساد الابتزاز لن يظهر له لأن حتى الذين وقعوا ابتزازهم لن تكون لهم الجرأة على كشف كيفية الابتزاز الأموال التي ضخط إلى الجمعيات من الخارج باعتبار أن القانون يجرم معناها تمويل الأحزاب من الخارج وقع التمويل عن طريق الجمعيات والجمعيات تنقلها إلى الأحزاب أو إلى حزب النهضة هذه لن نجد لها أثرا وكثير من أنواع الفساد في الحقيقة يتواطأ مع بعضهم معناها الفاسدين والنهضة يتواطأون بعضهم لإقفاء دعني فقط تأخذ كلمة أخيرة عذرني سيد صلاح الدين ولكن دعني أذهب إلى سيد الفراتي لأنه لم يتبقى لدينا سوى دقيقة تقريبا سيد الفراتي هل ترى في المجمل بعد كل ما يجري أنه ما زال هناك فرص لحركة النهضة سواء كان من خلال الحركة حاليا وحزبها أو من خلال أن تقدم نفسها بوش آخر أن تفوز بمقاعد في أي انتخابات تشرعية مقبلة هل ما زال لديها رصيد في الشارع نعم هو على حركة النهضة أمامها أكثر من فرصة أولا مستقبل حركة النهضة وبقية الطيف السياسي كأحزاب مرتهن بتطور الأوضاع والعودة إلى المصار الديمقراطي والعملية الانتخابية وهذا مشكوك فيه حسب خطاب الرئيس الحالي ثانيا أمام النهضة أيضا فرصة المؤتمر آخر السنة وعليها أن تجدد في قيادتها وخطابها ثم أن تتعامل مع المستقلين وكأنهم أحرار يعني أرادوا بعث حزب آخر وتجربة أخرى لهم ذلك القانون يسمح بذلك وليس في ذلك أي عداء أو تخوين لديهم الحرية في أن يبعثوا حزبهم وأن يدخلوا به الانتخابات وإذا حصلت النهضة على أصوات قليلة أو كثيرة في البرلمان القادم فعليها أن تتعامل بواقعية مع المشهد السياسي ومع الأحزاب التي ستفوز وأن يكون هناك مشهد سياسي أكثر نظافة وأكثر حرفية وأكثر ديمقراطية بعيد عن كل مظاهر الفوضى التي نخشاها ونحذر منها شكرا جزيلا لضيفي في هذا الحوار الكاتب والباحثة السياسي محمد الفوراتي من تونس وأشكر ضيفي القيادة في تهيار الشعبي أيضا من تونس السيد صلاح الدين خليفي شكرا جزيلا لكما شكرا جزيلا لكما